التدوير حتلاقوه عملية أساسية مهمة جداً في الفترة دي من مستر كولر أكيد نتيجة ضغط المباريات وعامل الإجهاد عشان نتلافى الجزء ده أكيد مستر كولر حيبص على عامل التدوير في كل مباراة النهاردة مستر كولر بيفاجئنا ببعض التغييرات وحنقولها من خلال تشكيل النادي الأهلي النهاردة حارس المرمى محمد الشناوي زهير أيمن كريم فؤاد زهير أيصر عمر كمال عبد الواحد وقلبية دفاع ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنع تاني الشناوي حراس المرمى ومش عارب بها هو حيلعب كريم فؤاد زهير أيصر ولا زهير أيمن وعمر كمال عبد الواحد لعب أبل كده زهير أيصر فأنا وجهة نظر إن كريم فؤاد حيلعب النهاردة زهير أيمن وعمر كمال ممكن يبه هو الزهير أيصر وقلبية دفاع محمد عبد المنعيم وياسر إبراهيم نص الملعب النهاردة حيبقى فيه أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وأمام عشور أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وأمام عشور وسلاسي المقدمة حسين الشحات ريدا سليم وأنتوني مودست حسين الشحات ريدا سليم وأنتوني مودست كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي النهاردة الفوز زي ما قلنا لحضراتكم الفترة دي أنا أعتقد الفترة الصعبة اللي جاية كل اللعيبة هتلعب يعني كل اللعيبة هيحتاجها مستر كولر فترة صعبة هتحتاج مجهود جامد وتركيز جامد جدا 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 من اللعيبة والجهاز الفني والجهاز المعاون ولكن إن شاء الله كلنا ورى فرقتنا بإذن الله للاحتفاظ باللقب الغالي اللقب اللي دايما بيبحث عن النادي الأهلي وهي البطولة الغالية بطولة الدوري العام وخلصت كلامي نايس كلامي الفني اللي حنقشوا مع نجومنا الكبار اللي حيشرفونا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم كابتن أسامة عرابي كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن أحمد بلال أرجوكم انتظروا